جدل كبير أثارته هذه الصور بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر عمالا سوريين أوقفوا على الحائط من قبل شرطة بلدية عمشيت وإثر انتشارها أوقف عناصر شرطة البلدية الخمسة في مخفر سراء جبيل بعد أن كلف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قائد منطقة جبل لبنان العميد جهاد لحويك بالمباشرة بالتحقيقات اللازمة بشأن التجاوزات بحق النازحين السوريين في البلدة أمر التوقيف أثار الأهالي الذين اعتصموا عند مدخل بلدتهم وقاموا بقطع الطريق كليا لنصف ساعة من الوقت قبل أن تتمكن القوى الأمنية من إعادة فتحها ليعود الأهالي إلى التهديد بقطعها مجددا إذا لم يفرج عن عناصر شرطة البلدية نزلوا لقوا مجموعة من الشباب السوريين عم بيعملوا شغب شوية شغب بطريقة معينة يعني فيه بنات عم بيتحرشوا فيهم وكذا بس وصلت الشرطة هربوا قسم منه نقسم بقى بس بنفس الوقت نعرف ما ساكنهم وين فيه محلات تجارية محاولينهم ما ساكن للناس للناس وما عطي قاعدوا فيهم الناس حين السورية يلي نحنا ما عنا أي عنصرية وأهله سهله فيهم وما كان فبقى فاتوا جوا لقوا 32 عنصر بهذه الغرفتين الموجودين اللي هني غرف تجارية فبقى طيلعون طيفتشون لأنه شرطة مش مسلح ونحنا خمس شرطة هني 32 واحد أكيد بيخافوا لأنه إذا قلبوا عليهم كيرسي لأننا رايحين نقمع وننخبط ولا شيء وقفوهم بطريقة معينة أمنية تيقدر يسيطروا على الوضع الأمني بفتشون بدون يتوقفوا بطريقة معينة تحقيق اللي عم بيصير أنا معه أنا مع التحقيق بس أنا ضد هالتواصل الاجتماعي اللي عم بيكبر الأمور وعم بيخليها تصال لمرحلة بدون أخلاقية لأنه شايف صورة وحكم على الصورة حكم الرئيس البلدية على البلدية وعا الضيعة عمشي ضيعة مضيفة نحب الناس ونتواصل مع كل الناس بعد الإدلاء بإفاداتهم والتحقيق معهم أخلي سبيل الموقفين الخمسة الذين توجهوا إلى مبنى البلدية كل اللي صار طلعناهم لبلد أن يؤخذ وراءهم صبوتية مين معه وراء مين معه وش وراء طلع كلهم من أصل 30 15 بدون أوراء و15 مكسورين كلهم كلهم على الحياة يعني بس أنه الطريقة اللي يوقفوا فيها وإذا يونهم على الحياة ومكبلين لا 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 ما حدا مكبل ولا شيء وقفين عادي على الحياة عادي وحدهم فيك تركز على الصورة هلأ كيف صار فيه فرز بين الناس هلأ فيه ناس أمعا شو راء وناس أمعا شو راء ميزناهم شوي عن التانين ولا شيء غير هيك نهيا بس هذه الطريقة وجهون للحياة ما أنا معتوها تبرة يعني شوي فيها إزلال أو ما زل لقلهم لهؤل العمال اللي توقفوا لا أكيد لا إذا برم وجهوا على الحياة عادي كيف أصلا برم ممكن هسيني اللي برم فيها ما تبقى كنا نحكي مع بعض القضية انتهت في بلدة عمشيت لكنها قد تحصل في بلدة أخرى طالما أن الحرب السورية مستمرة وسط الضبابية والاستنسابية التي تحكم التعاطي مع تداعيات أزمة النازحين ترجمة نانسي قنقر